مرحبا بكم إلى هذا التسجيل في هذا التسجيل سنقوم بحلل هذه القطعة من قسم فهم المقروف من فضلكم أحضر ورقة وقلم وهيدينا نبدأ طبعا عندما يكون عندنا نص قرائي يجب أن نحدد الكلمات المفتاحية في النص ثم ننتقل إلى الأسئلة سأقرأ لكم النص الأحكام السلطانية من أشهر كتب أبي الحسن الماوردي الكتاب من أشهر كتب أبي الحسن الماوردي ما اسم الكتاب؟ الأحكام السلطانية من أشهر يعني الأكثر شهرة وهو أشبه بدستور عام للدولة وهو الكتاب الأحكام السلطانية أشبه أكثر شيء يشبه أكثر ما يشبه هو يشبه أكثر شيء دستور عام للدولة الدستور هو الكتاب الذي يحوي الأسس والقوانين التي تقوم عليها الدولة وهو أشبه بدستور عام للدولة يحوي الكتاب مرة أخرى الأسس حوى يحوي يحتوي يوجد فيه يتضمن الأسس التي تقوم عليها الدولة ما الأسس التي تقوم عليها الدولة من حيث من جهة؟ من حيث واحد استحقاق السلطان استحق يستحق استحقاق كان له الحق في كان صاحب الحق في السلطان السلطة وشروط من يختار لها يعني السلطان السلطة شروط الشخص الذي يمكن أن يكون سلطانا الذي يستحق أن يكون سلطانا وشروط من يختار لها اختار يختار اختيار واختير يختار اختيار طبعا هذا الفعل المبني للمجهول شروط الشخص الذي يختار يعني ينتخب يعين سلطانا هذا دليل على الديمقراطية في الدولة العربية الإسلامية والولايات التي يتصرف فيها السلطان الولاية يعني السلطة الأشياء التي للسلطان تصرف فيها الولايات التي يتصرف فيها تصرف تصرف يعني كان عنده الحق في أن يحكم تصرف يعني حكم ويتكلم من يتكلم الكتاب الأحكام السلطانية الذي ألفه أبو الحسن الماوردي يتكلم عن نظم الدولة نظام نظم يتكلم الكتاب عن نظم الدولة أنظمة الدولة مثل ماذا؟ ما هي أنظمة الدولة التي يتحدث عنها الكتاب؟ الوزارة وزارة وزير وزارة وأنواعها أنواع الوزارة والقضاء القضاء يعني الحكم قاضي قضاء يقضي قضاء يعني كان قاضيا والإمارة أمير إمارة وعن العقوبات العقوبات هي الجزاء الذي لم يرد فيه نص شرعي العقوبات عاقب يعاقب عقوبة عقوبة عقوبات والحدود الحدود حد حدود هي الجزاء المنصوص عليه شرعا مثلا السارق تقطع يده هذا حد والجزية دفع الجزية تكون من البلاد غير المسلمة والحسبة الحسبة هي نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك كله هذا تركيب يعني وغير ذلك إلى آخره تعريفات إرادية انظروا هنا هذا خطأ تعريفات إدارية وليس إرادية هذا خطأ خاصة لها أصل في الدين إذن الكتاب يتحدث عن هو أشبه بدسور للدولة هو يحتوي يتضمن توجد فيه أسس التي تقوم عليها الدولة مثل استحقاق السلطنة شروط السلطان السلطات التي يستطيع السلطان أن يتصرف فيها نظم الدولة مثل الوزارة وأنواعها القضاء الإمارة كذا 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 وغير ذلك من تعريفات إدارية أشياء أخرى لها أصل في الدين موجودة في الدين وهذا الكتاب من ابتكار الماوردي وهذا الكتاب الأحكام السلطانية من ابتكار ابتكر يبتكر ابتكار يعني اخترع والمعنى هنا ألف من ألف الكتاب الماوردي ابتكار يعني اختراع دون سابق شيء مماثل يعني قبل هذا الكتاب لا يوجد كتاب يشبهه ولعل أحدا لم وربما لا يوجد أحد قبل الماوردي وقبل هذا الكتاب يخص الدولة شؤون الدولة السياسية والإدارية بتأليف خاص قبله إذن قبل هذا الكتاب لا يوجد كتاب مشابه هذا الكتاب هو الأول في بابه الأول من نوعه وإن كان كثيرا من هذه الأحكام انظروا هنا هذا خطأ ثاني وإن كان كثير كان كثير من هذه الأحكام الواردة المذكورة المكتوبة في الكتاب مبثوثا في أبواب الفقه كان كثير من الأحكام مبثوثا كثير من الأحكام مبثوثا في أبواب الفقه المعلومات في الكتاب موجودة في كتب الفقه لكن ليست مجموعة في كتاب واحد ولعل الذي نبهه هو هنا يعني الماوردي لعل الذي نبه أعطى الماوردية إشارة جعل الماوردية يكتب الكتاب لعل الذي نبهه إلى تخصيص كتاب لتلك الأحكام استحقاق السلطنة يعني أسس الدولة اتساع المادة التي جمعها لكتابه الحاوي الكبير في فقه الشافعية عندما كان الماوردي يجمع المعلومات ليكتبها في كتاب الحاوي الكبير في فقه الشافعية وجد في هذه المعلومات الكثير حول أسس التي تقوم عليها الدولة لذلك قرر أن يأخذ هذه الأحكام ويجعلها في كتاب الأحكام السلطانية الآن هنا فاصلة ويجب أن تكون نقطة وللمستشرقين نبه ينبه تنبيه إلى أعطى إشارة تخصيص خصص يخصص تخصيص جعل شيئا خاصا لي اتساع المادة اتسع يتسع اتساع يعني واسع يعني هناك الكثير من المعلومات جمعها جمع يجمع جمع جعل الأشياء الصغيرة مع بعض وللمستشرقين والباحثين والأوروبيين المستشرق هو الشخص الغربي الذي يتعلم اللغة العربية ويدرس البلاد العربية والإسلامية وللمستشرقين والباحثين والأوروبيين ولوع بولع يولع ولوع أحب يحب حب ببحث النظريات والنظم الإدارية في الدول الإسلامية إذن المستشرقون والباحثون عندهم ولوع عندهم حب عندهم شغف عشق لبحث النظريات والنظم الإدارية الأنظمة الإدارية في الدول الإسلامية التي هنا لا حاجة للفاصلة التي بيّنها الماوردي أين بيّنها الماوردي؟ بيّنها الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وقد طبع الكتاب في مصر عدة طبعات إذن الكتاب مهم لذلك هو مطبوع عدة مرات وطبع من قبله في أوروبا وأيضا قبل أن يطبع في مصر أكثر من مرة طبع في أوروبا ومنه من الكتاب نسخ كثيرة هناك الكثير من النسخ لهذا الكتاب مخطوطة يعني مكتوبة بخط اليد خط يخط خط مخطوط اسم المفعول منه نسخ كثيرة مخطوطة في الشرق والغرب إذن هذا النص يتحدث عن كتاب أبي الحسن الماوردي الأحكام السلطانية هذا الكتاب أشبه يشبه دستورا عاما للدولة فيه معلومات عن استحقاق السلطانة أنواع الوزارة أحكام القضاء الإمارة الحدود الجزية الحسبة وغير ذلك والماوردي عندما كان يكتب كتابه الحاوي الكبير في فقه الشافعية وجد كثيرا من المعلومات حول هذا الموضوع لذلك قرر أن يكتب كتابا في هذا الموضوع وبالفعل كتب الكتاب وهذا الكتاب هو الأول في هذا الموضوع لأن أحدا ما كتب كتابا مثله وإن كانت معلومات هذا الكتاب موجودة في كتب الفقه والأوروبيون والمستشرقون والباحثون يحبون هذا النوع من الكتب كثيرا وهذا الكتاب طبع في مصر أكثر من مرة وتوجد منه نسخ كثير مخطوطة بخط اليد في أوروبا وفي الشرق هذا هو الفهم العام للنص الآن ننتقل إلى قسم الأسئلة هيا بنا حسن ننتقل الآن إلى حل الأسئلة السؤال الأول من الممكن أن نقول حسب المقال أعلاه أن من الممكن أن نقول حسب المقال أعلاه أن فراغ أن المعوردي المعوردي الهنود العرب أحدا إذن هو يريد جزءا من هذا النص أولا المعوردي عمل مستشارا أو وزيرا لبعض السلاطين المعوردي من أكبر فقهاء الشافعية الهنود سبق العرب في تأليف كتب بشأن إدارة الدولة الجواب جيم النص كله لا يذكر الهنود إذن من الكلمة الأولى نلغي هذا الخيار العرب كانوا يتقنون تصريف أمور الدولة النص موضوعه الكتاب وليس العرب بشكل نعم هو يتحدث عن قسم إذن أيضا هذا ليس ممكن أن أحدا لم يسبق المعوردي في تأليف كتاب مثل هذا عندما نعود إلى النص نجد عبارة تعطينا الجواب بشكل مباشر ولعل أحدا لم يخص شؤون الدولة السياسية والإدارية بتأليف خاص قبله قبل المعوردي إذن الجواب هو هذا هذا هو الجواب لأن العرب كانوا يتقنون تصريف أمور الدولة لكن النص لا يتحدث عن هذا الهنود النص لا يذكر الهنود أصلا المعوردي من أكبر فقهاء الشافعية موضوع النص ليس المعوردي بل الكتاب الذي ألفه المعوردي في الأسس التي تقوم عليها الدولة المعوردي عمل مستشارا أو وزيرا انظروا هنا مستشارا أو وزيرا لبعض السلاطين النص لا يذكر اسم أي سلطان لذلك يعني الجواب هو هذا نفهم أن كثيرا مما سرده المعوردي في كتابه هو الآن سيتحدث عن الكثير من أجزاء الكتاب كان منتثرا بين سطور كتب الفقه كثير مما ذكره المعوردي سرد يسرد سرد يعني تحدث عن حكاعا تكلم عن في كتابه كان منتثرا بين سطور كتب الفقه أعيد إليها النظر وشطبه أثناء تبيضه هذه الجملة ليست منطقية ولا علاقة لها بهذا ما هو إلا ما استمده ممن سبقه من المؤلفين إذا كان المعوردي هو أول من ألف في هذا الموضوع فكيف يستمد ممن سبقه استمد يستمد استمداد يعني أخذ من أخذ من يعني المعوردي لم يأخذ من المؤلفين السابقين لأنه أول مؤلف في هذا الموضوع قد لا يتعلق بأمور الدولة كثير مما سرده المعوردي لا يتعلق بأمور الدولة أيضا ليس ممكن لأن الكتاب أصلا يحوي الأسلس التي تقوم عليها الدولة يتطرق إلى تشكيل جيش قوي وتدريب جنود النصد كما شاهدنا لا يتحدث عن الجيش والجنود ويتعلق بأمور الدولة والمعوردي أول من ألف في هذا الباب لا أحدا لم يخص شؤون الدولة بتأليف قبله أعيد إليها النظر وشطيبه يعني موسيحة حذف أثناء تبيضه أثناء إعادة كتابته لا هذا الكتاب هناك نسخ كثيرة ولم يشطب لم يعدي النظر إليه كان منتثرا بين سطور كتب الفقه انظروا هنا وإن كان كثير من هذه الأحكام مبثوثا في أبواب الفقه مبثوث بث يبث بث مبثوث يعني منشور مذكور متكلم عنه إذن هذا هو الجواب كثير مما سرده المعوردي كان منشورا بين سطور كتب الفقه الجواب هو هذا لا شك أن الأحكام السلطانية كتاب الأحكام السلطانية ماذا؟ من ذخائر العصر المملوكي ذخائر يعني كنوز يعني نفائس يعني أفضل الأشياء النص لا يذكر إلى أي عصر ينتمي المعوردي نحن لا نعرف في أي زمان ولد المعوردي وكتب كتابه لا شك أن الأحكام السلطانية يتناول إدارة الدولة بكل جوانبها الكتاب يتحدث عن طريقة إدارة الدولة من كل النواحي من كل الأقسام ينقصها حصد التأليف والتنسيق بين أبوابها لا الكتاب جيد فيه أبواب كثيرة المعوردي أول مؤلف هذا ليس جواب وهذا ليس جواب فيها مباحث أبحاث أقسام لا بد من انتقادها وتصويبها انتقد ينتقد انتقاد يعني ذكر السلبيات والإيجابيات تصويب صحح الخطأ صوب يصوب تصويب يعني صحح الخطأ تعتبر ضمن المصادر الثانوية أصلية ثانوية أساسية ثانوية من حيث القيمة لا الكتاب ذو قيمة كبيرة إذن الجواب هو با نعم يحوي الأسس التي تقوم عليها الدولة استحقاق السلطنة شروط من يختار نظم الدولة القضاء كذا 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 السؤال الأخير يبدو أن الأحكام السلطانية يبدو أن كتاب الأحكام السلطانية ظل منسيا في رفوف المكتبات نوسيا في رفوف المكتبات ليس ممكن وقد طبع الكتاب في مصر عدة طبعات وطبع من قبله في أوروبا الكتاب لم ينسى لها الأحكام شروح ومختصرات عدة النص لا يتحدث عن أن الكتاب شرح واختصر وكذا ترجمت إلى التركية في السبعينيات النص لا يتحدث عن الترجمة حظيت بإعجاب كثير من الباحثين المعاصرين انظروا هنا المستشرقين الباحثين الأوروبيين عندهم بلوع ب حب لي عشق لي اهتمام بالنظريات والنظم الإدارية في الدول الإسلامية تم تنقيحها وتحويلها إلى دستور في الوطن العربي نقح ينقح تنقيح يعني أخرج الأخطاء من النص تحويل حول يحول تحويل حول إلى دستور النص لا يقول أن الكتاب أصبح دستورا في الوطن العربي وإنما النص يقول للمستشرقين والباحثين والأوروبيين ولوع ببحث النظريات والنظم الإدارية في الدول الإسلامية كان هذا حلا لهذه القطعة من امتحان اليدسي قسم فهم المقرؤ لسنة 2013 أرجو أن يكون هذا التسجيل مفيدا لكم أرجو أن تكونوا قد استفدتم أرجو عليكم الإعجاب بالتسجيل والاشتراك في القناة إن لم تكنوا مشتركين فيها لتتابعوا كل جديد انتظروني أنا عمار في شرح جديد في وقت قارب إلى اللقاء في أمان الله شكرا